أن الحكم بجمهورية القمع هذه اللي حولتوها إلى أبشع من ثكنة لن يدوم لن تستطيع الاستمرار في النهاية سينفجر الشعب وبدل من أن يكون الحل سلمي كما طالب به الشعب ونبيه الحرك للأسف سيكون قد تكون هناك انتفاضة الغاضي بينا أو انتفاضة الجائعين أو انتفاضة اليائسين وهذه انتفاضات في الغالب بكل أسف ألم في الغالب قد تؤدي إلى أشياء لا نقبلها ولا نريدها لشعبنا ولوطننا سلميتنا نقولها ونعيدها سلميتنا أقوى من ذبابهم ومن كلابهم ومن دباباتهم ومن أكاذيبهم ومن فورتهم المضادة سلميتنا هي التي ستقهرهم في النهاية نعم نتمسك بها أنا أعرف أن بعض الشباب وبعض اليائسين يرون أن يقول لك لا السلمية مش هي الحل خاصة وأن يشوف مثلا ثلاث سنوات حراك بالنسبة لي ما جابتش نتيجة لا النتيجة رهي تتعمق النتيجة رهي مثل تلك شجرة الزيتون اللي تاخذ وقت بشرط أن يكونوا الحراكيين في المستوى الحمد لله الحراك مزار رهي غربل وكلما مرت الأيام تغربلت الأشياء هذا شيء جميل أيضا السلمية في النهاية بإذن الله هي التي جيب نتيجة إذا هذه العصابة طبعا قد تمشي وثق خيار شمشون كما يعرف عند اليهود أو في بعض الكتاباتهم وخيار شمشون هو علية وعلى أعدائية بعد الطفال بخلاصة الأمر قد يمضون في هذا الاتجاه لكنهم بطبيعة الحال الآن وهم مليارديرات وبعضهم مليونيرات بالدولارات وباليورو وبعضهم يقترب من أن يكون ملياردير بالورو أو بالدولار طبعا أصبحت عندهم حياة رفاهية عالية جدا فهم يعيشون في المناطق الخضراء بشكل كلوب دي باو وما شابهها والشعب يعيش في عالم آخر لا علاقة لهم به وإنما العلاقة الوحيدة هو أنهم يضطهدوا يقمعوا يحقروا ينهبوا هذا الشعب ويضعفوا هذه البلاد وهذه الدولة فمؤلما أن نكرر ذلك لكن هذه هي في النهاية وفي النهاية عندما نصل بهذا الصوت وبقات أصوات قليلة اللي راي تصل الشعب الجزائري هناك من خوفوهم هناك من رهبوهم ورعبوهم هناك من انتقموا من أهلهم هناك من شراوهم هناك وهناك لكن ما زالك هاي الأحرار والحرائر نساء ورجال والحمد لله اللي موش راح نتراجعوا ورح نيكملوا بالرغم من أن مرة قال لي واحد نترك عايشي مليح وش دخلك ايه لو كان جيت نفكر بالمنطق منتاعك نعم نقول أنني عايش في بلد في القانون في بلد في احترام الحريات في بلد في احترام ما تخافش أن تجي دخل عليك المخابرات تخطفك أو يجي بوليس يخوفك أو يجي الضابط يخوفك أو يجي ما تخافش عندك حرية تعبير كاملة ماديا ما تجوعش صحيا ما تمرضت كين الدواء وكين العلاج وكين صحيح لو كان جيت ننظر من منظوري الخاص ومن مصلحتي الخاصة وبعد 27 سنة في هذه المعركة كان كثير مرات يقولوا لي 27 سنة ارتاح يا ليت كنت نقدر يا ليت يا ليت كنت نقدر نرتاح يا ليت كنت نطفي الضو كما يقولوا يا ليت نديروحي مع الباليش ندير البلوند آي يعني مع الباليش وأنا الجزائر خرجت منها وعلى الأرجح أني راح نموت خارجها برغم أن نموت بيد الله سبحانه وتعالى لا نعرف كيف كم سيطول عمر الإنسان لكن مرجح قد أموت خارج الجزائر لكن يا ليت كنت قادر نتخلى على هذه المعركة والله ما قدرت قبل سنوات كنت نفكر يقول أنا خلاص بعد فترة ممكن بعد ما 20 سنة وكانت الأمور وكأن النظام سيطر الأوضاعي ينبو تفليق السيطرة كاملة إلى آخره ومروا العهدى الرابعة فأيجيك سواء واحد يكلمك أو يجيك حديث نفس أو يقول لك ارتاح أنت خلاص 20 سنة خلاص راقدرت اللي عليك وصلت لا دائما الإنسان المقاوم والمناظل إلى آخر نفس يعتبر نفسه راح نقصر إلى آخر نفس يقول لو كان درت أكثر لو كان اشتهدت أكثر لو كان تعبت أكثر إلى آخر نفس بالرغم أن 27 سنة ما كانش نهار ما فكرتش فيه كيف نستطيع أو كيف أستطيع أن نساعد أهلنا وشعبنا ووطننا وبلادنا وكما قلت سواء مرات جي في نقاشات مع بعض الناس أو واحد يبعث لك رسالة أو حتى حديث النفس وليكن الواحد يبعث ما تقدرش عندما تحمل هم المستضعفين هم المظلومين هم المنهوبين هم المحقورين عندما تشوف تلك الطفولة البريئة التي لا ذنب لها إلا أنها هناك مافيا عسكرية تنهب البلاد وتعذب العباد في حياتهم اليومية عندما ترى ذلك الظلم عندما ترى تلك السرقات عندما ترى هذا الشعب يذهب إلى اليأس وهو عنده كل الإمكانيات أن يكون مرتاح مادياً ومرتاح نفسياً ومرتاح معنوياً عندما ترى كل هذا لا تستطيع إذا كان عندك ضمير لا تستطيع وهذا الوطن للا نسكنه منذ ما يقارب الآن أو أكثر من ربع قارن يسكنون يسكنون كي الناس هكذا إلى آخر نفس إلى آخر لحظة وكي الناس بضاية الحال لما يقضي سوالحه أو يلقرحه في وضعه مريحه أو يبدل شفناهم كي بعض الناس اللي على أساس كانوا مع الحرك لما خرجوهم في قائمة السكنات أو يسبو في الحركيين على سبيل المثال كي الناس لما أعطاوله خدام عساس أو يسب في الحركيين أعطاوله عساس مستعبدينه يأتي المعلم يسبو يأتي المعلم يسبو ممكن يأتي المعلم يسبو يحقروه لكن هو بالنسبة لها وميعطوله باش ميموت من الجوع خاصة لكان عنده أسرة وأولاد وبالنسبة له يقولي الحراكة هذا قلق يزعاش هدك يقولي خلق بينما كاي الناس اللي عرضت عليهم وأنا مش هنا أتحدث على نفسي فقط ولكن أيضا آخري صحيح قلة لكن نعرفهم حتى نعرفهم بالاسم كاي اللي عرضت عليهم مناصب بتاع الوزير وتاع السفير وأنت أي منصب تريد وقالوا ما تقدروش تشيرونا ليس لديكم الثمن الذي تستطيعوا دفعوا أن تدفعوه لنا ما تقدروش لماذا لأنه باختصار بسيط ما عندناش ثمن ما عندناش ثمن مرة واحد من هؤلاء اللي كانوا يبعثوهم قبل سنوات في الحديث كذا جاني على أساس أنه في البداية هو صحفي ومش عارف لا ومبعد قال يرنبعثوني للجماعة ومبعد في الحديث سمعت منه ومبعد قال يسمع يا أخي كل واحد عنده ثمن قلت له هذا يعني انتا انتا ممكن عندك ثمن مش كل الناس عندها ثمن كاي الناس الثمن انتاحها الوحيد هي الكرامة الإنسانية الثمن انتاحها هي أنه أفضل شيء بالنسبة له أن يتلقى رسالة أو يتلقى بشخص رجل أو مرأة صغير أو كبير ويقول له والله كنت تتكلم نشعروا باللي ما زال كين الخير في البلاد نشعروا باللي ما زال كين أمل في البلاد أو تجيك رسالة يقول لك والله رك تكلمت على هذيك وحطيت يديك على الجرح والله شفيتنا قلوبنا في هذاك الموضوع والله كنا نشعروا باللي البلاد هذه خلاص ما بقاش فيها ناس ما بقاش فيها رجال ما بقاش فيها ناس يقاوموا هذه العصابات فالحمد لله وبإذن الله سنكمل طريق مهما بقي في هذا العمر سنكمل طريق إلى آخر نفس نحن لا نستسلم أبدا ولن نستسلم أبدا وإذا لم ينتصر الشعب في حياتنا فسينتصر بنا أو بدوننا عندما نغيب سينتصر الشعب جزائري في النهاية سينتصر هذه المافيا العسكرية واجهتها المدنية وعملائها وذبابها وكل مرات نقول كلابها والكلاب أشرف منهم هؤلاء سيذهبون إلى مزبلة التاريخ وما عند الله أعظم